مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج آيتاك هذا البرنامج الذي نأتيكم من خلاله بآخر أخبار التكنولوجيا وأحدث الابتكارات عدد اليوم تتابعون فيه معنا تقنية جديدة في مجال الصحة في الصالون الدولي للصحة الرقمية الجزائر تستعد لاحتضان المؤتمر الأول للسلامة والأمن المعلوماتي وفي فقرة تاست سنكتشف تطبيقا يغني المريض عن زيارة المستشفى كل هذا وأكثر بعد الفاصل أهلا بكم من جديد نظم مركز التجارة العالمي بالجزائر ووكلة الاتصال ACMS أول صالون دولي للصحة الرقمية وذلك بقصر المعارض بصنوبر البحري الصالون دام لمدة ثلاثة أيام وجاء بشعار مستشفى المستقبل المزيد في هذا التقرير السلام عليكم مرحبا بكم في المعارض ديانو نرحب بنوميديا تيفي لإيجاد زارتنا في المعارض بتنظيم مركز التجارة العالمي بالجزائر ووكلة الاتصال ACMS احتضن المركز الدولي للمحاضرات بالعاصمة الصالون الدولي للصحة الرقمية في طبعته الأولى يملك المناطقل من أممك بخير من العملية وممتلك المصدر منه الدولة في العلمية العلمية في الحصول على المدينة الآن مهنية، العلمية ولم طريقة على المدينة الـ Af custody لذلك أولوظ el saloon حبطة الفتور يتعبون 35 شركات الصالون الذي دام لمدة ثلاثة أيام عرف مشاركة عدد هام من المختصين في التكنولوجيا ومديري مؤسسات استشفائية وطنية وعالمية متخصصة إضافة إلى ممثلين عن المخابر الصيدانية والتأمين الصحي عرضت خلاله مجموعة من الأدوات الرقمية للهوض بغطاء الصحة في الجزائر نحن 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 في المخابر الصيدانية وشكراً مع النامزية لن totalement تقدم بغطاء الصحة تقريب على المساكولة مع المحاولة البيضية في البيض. محلل نحن الجائحة التي تتقريبا للمشاك되 في المساكولة التي يتجب أن نتخبع نحن خاصة من البيضية تقريبا في البيضية ، لكن المساكولة التقريبية تقريب a احساسي أيضا للمشاكولة بإمزادة المساكولة ومن يجب ان يعمل تحديث يجب أن يجب اندخل محل وبدان س 잠깐 وكاذب أن نحن المتحراط فيما يتابعات ميزقة أولاً لابد المجميع جاء أن كلمات استعمال كله ott تحديث عن العمليات وبالتحديثة المسارجة وفي اخذ في الداخل نتين شركة المعلومات السبب عانيبية ونطبع قد يكبر ومن خطة بواحد مرتك ويجب أن تحديث العالم موسيقى الموسيقى معين من يخشف ع Bella لکه ميسcous لعلقونا عليم وكامتغي عليم فهاتف المنزل وليس كنسا وليس وليس لساله وليس وهنا نعم لقينا شهر وليس 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 لذلك فهنا أني نطاط نط orden نطاط 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 وع تنطاط طنطاط لحظ ومساعدنا نتعاج عملنا سنقاطى من الخطاط نظرور على آخر مالذيوب. نحن نغتب على علمهم رنسيطات او أي خائق لقدمان الناسيطات المتريبة ومنين المتريبات المغنية ومبدين المفاديد الخاص. هذه هي أشياء أتجابة للحلية التي يأتي في مجتمعات سنسودة لأن منقلوا ألمان مثل مجتمع دراسيطات. Nous sommes une association fédératrice qui rassemble, qui crée des passerelles entre les spécialités, entre les secteurs d'activité. C'est ce que j'ai écrit en préambule du programme qui vous est proposé. Et le souci initial quand nous avons créé cette association, c'est de dispenser un enseignement, encourager les médecins qui sont dans les cabinets, leur dispenser un enseignement pour sortir de l'insignement et s'inscrire dans la formation médicale continuelle. Assalun, وإن كان عدد زواره قليلاً, غير أنه استطاع تحقيق نظرة شاملة عن قطاع الصحة واقتراح حلول عملية في إطار رؤية تصورية للمستشفيات في المستقبل القريب. بعد الهجومات الإلكترونية المتكررة التي مست عديد دول العالم ستحتضن الجزائر أول مؤتمر يعنى بالسلامة والأمن المعلوماتي. منظم المؤتمر زارنا في قناة نوميديا وحدثنا عن فعاليته. لنتابع. هذا الصالون الدولي الأول للحماية السيبرانية السيبر سيكوريتي السيكوريتي آيتي هذا لناه باش الشعب الجزائري يكون عنده نظرة على 360 درجة على شكل يوم يخدم كيف ينطيره كيف يكن الخواطر اللي كاين وقع دونك درنا هذا الصالون الدولي كان واحد لعشرين شركة راحة جزائرية ومنهم قوة الأمن كيف يقولون الشرطة الجزائرية وإن شاء الله دارك الوطني وكان شركة أجنبية منهم شركة إيطالية وشركة من من المغرقات تونس كان بزفة لزانيماسيون كان منها كان ناس يجيوش لليزانيماسيون تعلق المشاركين كان محاضرات كان يومين محاضرات سباح واشية منهم أكبر المختصين الكيبار في الجزائر في علم الحماية السيبيرانية منهم سيد يونس غرار يومين ومحاضرات في جوالات لينيكس هذا الانصال اللبضي يعرف على واحد و Он يحضر لها ن 21 جديد الت filme الذي ينسل أنه للمسته cute. وتابع وجود الإنسليات تسلوج بشكل تلدي دوني qui تريد اللبضЙ مرحبا به تلتيام هادو يجيب اللابتوب تاعو وعندنا دي دي كم اقول دي اليونيساف اليونيساف أرجيري للتحسيس بأخطار الانتلمت دخول دخول مدجاني دخول مدجاني بلك على الاسم بلك يكتب اسمه بلك مع الدخلاق مرحبا بقع الشاب الجزائري الاهداف هي المعرفة قع الايكو سيستم جزائري تعال الامن سيبيراني والتحسيس الشعب الجزائري والدولة الجزائرية على اخطار سيبر سيبر سيكوريتي سيبر كيميناليتي سيبر ديفونس في خطوة تعتبر هي الاولى على المستوى العالمي دخلت من خلالها المملكة العربية السعودية التاريخ من خلال منحها الجنسية السعودية للروبوت صوفيا خطوة رمزية تسعى السعودية من ورائها إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في المملكة صنعت الروبوت صوفيا الحدث خلال الاصبوع الماضي بعد ان نالت هذه الروبوت شرف الحصول على اول جنسية بالعالم وهي الجنسية السعودية وهذا بعد حوار طريف جمع صوفيا مع احد المقدمين خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي خصص لمناقشة دور الروبوت في مشروع مدينة نيوم الجديدة بالرياض والذي من المتوقع فيها أن يلعب الروبوت دوراً أساسياً في إدارة هذه المدينة حيث ستعتمد في تخطيطها على أحدث تكنولوجيات العصر هذا وتعد صوفيا إحدى أذكى الروبوتات في العالم وهي بمثابة ثورة في الذكاء الاصطناعي تم تصميمها بعد نتاج أبحاث مكثفة من طرف شركة هانسون روبوتكس سنة 2005 اتتمتع بإمكانية هائلة كالقدرة على تفسير المشاعر وتعاقب تعابير الوجه والتعرف عليها عبر حركة دقيقة تشبه إلى حد بعيد التعابير الحقيقية للإنسان اتتمتلك وجها مشابها للإنسان مصنوع من مادة الفوربر هذا وتتمتع الروبوت صوفيا كذلك على قدرة لإجراء حوارة كاملة مع البشر يذكر أن صوفيا باتت شهيرة ومحبوبة عالمياً بعد إجرائها العديد من المقابلة التلفزيونية كما ظهرت على غلاف مجلة آيل بنسختها البرازيلية وهي واحدة من أكبر مجلة الموضة في العالم البصر نعمة حرم منها الكثيرون بسبب أمراض تصيب أعينهم دون أن يوجد حل لعلاجها بصيص أمل كشف عنه أحد المختبرات الأوروبية يتمثل في صرع شريحة إلكترونية تحت العين قادرة على علاج أمراض تؤدي إلى فقدان البصر نتعرف عليها في سياق التقرير التالي أكدت السلطات السحية الفرنسية موثقتها على اختبار شريحة إلكترونية تزرع تحت العين لمعالجة أمراض تؤدي إلى فقدان البصر وإذا نجحت التجربة ستكون قادرة على إعادة نعمة البصر إلى المكفوفين ويرتقب أن يخضع خمسة مكفوفين في فرنسا لتجربة علمية مثيرة قد تعيد إليهم نعمة البصر وصدق المشرعون الفرنسيون على زرع رقاقة إلكترونية في عيون من يعانون أعراض متقدمة من أمراض العيون طويلة الأمد أو ما يعرف بالتنكس البقاعي ويشكل المرض أحد أبرز أسباب فقدان البصر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما وتوضح شركة بيكسيوم التي طورت الحل المبتكر أن الرقاقة السلكية التي تسمى بريما تعادل ثلث سمك شعرة الإنسان وهي تعمل كقناة اتصال بين العين والدماغ من خلال التحفيز الكهربائي وتقوم نظرة مزودة بكاميرا يرتديها الكفيف بمهمة نقل المشهد البصري إلى حاسوب محمول ومن ثم إلى الرقاقة والدماغ لتتراء أمام المستخدم معالم مشهد واضح نسبيا ويجد الباحثون صعوبات أثناء محاولتهم فك شفرة اللغة التي يستخدمها الجهاز العصبي في الجسم عادة لنقل المعلومات من وإلى الدماغ ذلك أن تلك الرموز تختلف من شخص إلى آخر وينتظر أن تزرع الرقاقة الإلكترونية تحت عين المريض الأول قبل نهاية 2017 في وقت تنتظر بيكسيوم الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مشاهدين نصل الآن إلى ثاني فقرة في عدد اليوم وهي فقرة تست في فقرة تست لهذا الأسبوع سنكتشف تطبيقا تم الكشف عنه خلال الصانون الدولي للصحة الرقمية الذي أقيم بالجزائر التطبيق يدعى Care Passport وهو عبارة عن مجموعة من الخطوات يقوم بها المريض عبر هاتفه الذكي تشخص حالته وتغنيه عن مشقة الزيارة الطبيب أو المستشفى لينو تربيع موسيقى 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 إعطال المisia موسيقى 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 آخر بالإمتقال وiéسال موسيقى 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 … لموسيقى starter كما يعني موسيقى Advanced Safari, Google, Internet Explorer. هناك منثقات مختلفة ويستطلت الأكثر من السيارة وهناك يزدقنا من الممكن الأمور وهو يطلق المكرافات المكرافات هكذا ليستطلقنا في الأمور ويوقات دعمها فالبول الدين العربيه وخطيرة الأعزار هذه المست Tribunal يستطيع الانهجار العروبي به على الت رادينا المسارحة على المملكة الحالة تستخدم الانهجار العروبي نفيد الترضية على المثال على الفيديو لدينا اطرعاد الوصول في الجاديو على الحصول على مطلعات المستخدمة تت Ł диديو على المستخدمة في ثم تحكمة الفيديو هنا يوجد الفيديو على السجوم من نجاحن ممارسة ت Hochصبсп لحاول تدرسياتي بروس العديد المدرسيات والمعنقلة مجال أردد المدروس مع الآن سمحر سمحر القرية المدروسي يوجد الشيء على البيض المساعدة ومن الماضي ومع البيعية لسيطة البيعي ديري ويجب أن يريدونه لقد اترجلوا موزورة المعارضة في المقارن الأوقع ومن الآن اتتبع لذلك السيء الثاني سأتلقى بكثير من الزيجان لقد اتفعوا للك الحفوظ على رد المقارن الآن القيام بإمكانها بإمكانها ربما في الإعادة لدينا 57 إمكانها منوطات التغيير تتقنعها في 30 أو 20 سن يمكنك التحديث إمكانها الإخوارات مع أخرين شخص لتأكيد على الأفضل يمكننا الإنسان المتطبع بهذا المدين، بحضورة هذه الحصان على الوضع الفيسبوك، على دروبوكس أو على الواتساب، في الوضع... لذلك يمكننا الوضع وإنستالي تقلل مع الهاتف الوضع في الطريقة أو تقللًا بشكل مختلفين في حصول الوضع في الوضعاتي نصلوا الآن، المشاهدين إلى آخر فقرة في عدد اليوم، هي فقرة أسكتك بمناسبة احتضان الجزائر فعاليات المعرض الدولي للكتاب تقربنا من القراء الجزائريين وسألناهم عن مكانة الكتاب الإلكتروني في حياتهم وهل بإمكانه تعويض الكتاب التقليدي أو الورقي لنتابع ملاح ملاح لا نرى تمارين نرى في الإلكتروني من أنصار الكتاب الإلكتروني ومن أيام كنت في الجامعة نقرأ الكتاب الإلكتروني ونقرأ الكتاب الإلكتروني بس لأسف شديد كان بعض الكتاب نادرة ما تلقيها في السوق ما أبليجي تلقيها في الإلكتروني وإننا نقرأ الكتاب الإلكتروني نجلبهم un PDF ننبرمهم ندرل على حيات الممتدر أنا أحضرت عن ممتدر لدينا الكتابي ليس على ممتدر احضرت عن ممتدر وعند手 بس لأسفر ايضا أليس كان لدينا الكتاب الإلكتروني أفضل النفو مع الممتدر من الممتدر جميع الوصول وليس خلال لا كان بحيث نحن 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 نراك الذي يمكننا أن نكون جيداً ويعتبرنا أنه نحن 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 الكتاب الإلكتروني هو نوع من المعرفة الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين وهي معلومات إلكترونية يعني سريعة التلقين يعني سريعة الطالب يأخذها بسرعة ويأخذ المعلومات كذلك عن فضاء العالم من شدة أنواع المعرفة هي شيء إيجابي بنسبة للمثقف الليزائري أو الطالب الليزائري لا لا، أنا أحباً أحباً بطالة الكتاب الإلكتروني، نظرًاً لتقدم التكنولوجيا فيما يتعلق بالآلات الإعلامية فالإنسان الحالي، الطفل أو الشاب يعني الإنسان الذي يدرس يحتاج لمثل هذه التقنيات الجديدة نصور أن نأيد الكتاب الإلكتروني لأنه جنرالاً سهل لكي نصيبه في إنترنت أو الله نتاب أسم الكتابي يخرجنا جنرالاً بفاقية لأنه في لبرايري هدوك غراتويت يمكن أن تجد في إنترنت الله في牧 Judah وهناه ل damned بال Käتبال Lei الآن ينخل الناس عندما لكن بالكتاب الإلكتروني هو أ Jordan أنا أحباد التقنيات والقيwirه وتحضير التقنيات deployment أو يستخدمون مكانا أو يستخدمون الناس. أنا أعتقد أنه لا يوجد الإلكترونيك أو التابلت أو يستخدمون الإلكتروني. أعتقد أن الكتاب الكلاسيكي هو أفضل من الكتاب الإلكتروني. لأنك في الكلاسيكي تحسين بأنك تقريك شيئا. بصحة الإلكتروني شوية. إذا كانت في حاجة مات أو حاجات أقرأي. بصحة رواية أو قصص أو حاجات كلاسيكية من الإلكتروني. أنا أحب الكتاب الكلاسيكي. أحب أن نقرأ فيه بسكسي أكسي بطول طول ونطرحه. أنا من أنصار الكتاب الإلكتروني. وتحية الكتاب الإلكتروني. بين الكتابين بين الكتابين أسباحه. يجب أن يتعامل مع الكتاب المدرسي. كما نعمل الآن. ولكن يحاول أستاذ أيضا هو يفرمي رحوم على تكنولوجيا. أنا أحب الكتابي. أنا أحب الكتاب لتعامل لأنه vue في حقيقة يعني ما فيش فرق كبير ما عدا قضية السرعة الكتاب الإلكتروني من حيث البحث عليها أو بحث في موضوع ما أو فقرة من فقاراته يعني بالسرعة أما الكتاب الكلاسيكي طبعا هو يفضل في المطالعة بالنسبة لي ما شكيش الكتاب الإلكتروني رم بلاسي الكتاب الكلاسيك ممكن يتخلوا عليه الكتاب الكلاسيك والناس كامل يستعملوا ليفر إلكترونيك قادر أختي نقول لك علاش من الجانب السعر أختي يكتبه درس بعمائة ألف تسعمائة ألف وتلقاه في الانترنتون فورما بيديه في باطل ما تديش تنبريمه وتعودية قريبه في الدار غالي يكتبه أختي نعم يستطيع الكتاب الكتروني أن يعوض الكتاب الكلاسيكي ولكن دائما يبقى الكتاب الكلاسيكي له مكانته حيث أن الكتاب الكتروني له أيضا مكانته وكتاب الكلاسيكي له مكانته كلهم مصدرين أساسيين للطالب الجزائري وللمواطن المثقف الجزائري يجب أن يهتم بهما إذا كان يوجد العرب في نجاح المنزل المنزل، لكن لا مزيدًا أنا أجزيم بأن الكتاب ما أقول أجزيم؟ القمناة من 50% أجزيم بأن الكتاب الإلكتروني هو الذي سيحدث على السوق لأنني أجزيم حالياً، لكن في بعض الأمي نعم، لأننا في الانترنت لدينا كتاب كلاسيكي وليس كتاب إلكتروني كبير لكن في مطبوعات جزائرية المستقبلية لا أظن أنه يأخذ مكانته إلا من حيث قتلك البحث أما في حيث المطالعة فيبقى دائما الكتاب الورقي هو المفضل وطبعا الكتاب الورقي في الآوين الأخيرة لابد أن يكون إلكتروني قبل أن يكون وراقيا إذن فقدية السرعة والمطالعة والإرسال والنسخة هذا هو الفائدة الكتاب الإلكتروني يحلوا البحث الإلكتروني حجالولا لأنه بهم بيان ومناünde لا يمكننا البحث الإلكتروني في الآوين لذلك لا يمكننا أن نصل إلى الإلكتروني لذلك إذا فعلنا الإلكتروني سوف يساعدنا الكثير من الأشياء بعد أن تعرفنا على أراء القراء الجزائريين نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم مشاهدين يمكنكم التواصل معنا وإرسال أسئلتكم وكذا اقترحتكم عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة لقائي بكم يتجدد الأسبوع المقبل بحول الله إلى اللقاء